موسيقى مشاهدينا برحب فيكم من عتبات المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت إلى استكمال دراسة التمثيل في فرنسا ثم لبنان حتى الحصول على درجة الدكتورة هي رحلة شغف فنية قادة صاحبة بمسارات فن التمثيل فسقلت موهبته وصنعت نجوميته يلي أوصلته إلى قلوب الملايين عبر سلسلة من الأعمال الدرامية الناشحة بدأ بالسهرة التليفزيونية واسمية تخرج من البحر وإلى مواصلة هالأعمال حتى مسلسل علمني كيف أنساك وغيرها لكثير من المسلسلات اللي شهدناها برمضان الماضي برحب بضيفي بستدري اليوم على الحرة الفنان الكويتة خالد أمين أهلا وسهلا فيك خالد سايش الله بالخير إن شاء الله عاد أكون ضيف خفيف على قلبك وعلى قلب مستمعين ومشاهدين الكرام هذا الشيء أكيد مأكدين منه باكالوريوس بالكويت نعم ماجستر باللبنان وماجستر بفرنسا ودكتوراه باللبنان بهيديك الفترة كان فيه هوس بالعلم ولا شو كان لا مو هوس بالعلم بس أنا عندي إيمان تام بأن الموهبة يصقلها العلم وحسب الدراسات الأخيرة طبعا أصبحت الموهبة هي شيء مكمل يعني مش شيء أساسي لأن الإنسان مخلوق متعلم لذلك التعليم هو الأساس لأن الموهبة عملولها منهجية خاصة فيها وخصوصا في المدرسة اللي أنا تابع لها هو منهج الموهبة تحديدا وأصبح أني ممكن أي شخص في الحياة ممكن أن يمثل لذلك كان من المهم أني أنا أسقل موهبتي بشكل جدا مهم وخطير أساسي أكون طبعا 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 إذا ما نخد يعني نحط الجانب الفني على جنب دراستك بالخارج خارج الكويت شو عطتك وشو زادت عليك على الصعيد الإنساني مش بس الفني أوف على الصعيد الإنساني كثير طبعا يعني من فوائد السفر كثير إحنا ما أنا بنتكلم عنها تكفي الصداقات والاختلاط بالبشر وشوف العالم والتجارب الخطيرة اللي ممكن يسوونها خصوصا في دول أوروبا كثير من التجارب الخطيرة اللي ممكن تصيروا فيها حرية مطلقة إحنا شوي عندنا عاداتنا وتقاليدنا وأمور تحكمنا أيضا إحنا لا بدنا لذلك إحنا دايما أو كنت أنا في هوس دائم في محاولة تجيير الموضوع أنه ينفع يكون أقدر أسوي في الخليج في دول الخليج ما تقدرين تعرضين نفس القضايا اللي تعرض في الخارج صحيح عانيت من هذه المشكلة؟ والله هي هي أصلا معاناة كانت من أيام الدراسة لكن ليش عاني منها؟ بحكم أنه إذا أنت عرفت السبب بطلة العجب يعني إذا أنت عرفت المشكلة فأنت مجرد أنك تحاول تجد لها علاج يعني فوجدت لها علاج كوني أنا مدرب خاص وتخصصي هو إيجاد علاج لكل عيب موجود في الممثل باستخدام أدواتها لذلك الحمد لله يعني خلال سنوات كثيرة من تدريس طلبة واختلاطي فيهم وأيضا عمل ورش العمل سواء كنت في لبنان أو في الكويت لذلك هنا كثير وأيضا في مصر كثير من التجارب بديت أعرف شون أقدر أتلمس حلول لها تحديدا صحيح أنك تحكي سبع لغات؟ سابقا فقط كثير من اللغات سيت إي لا أنا أقولك ليش لأنني مثلا أنا درست تشيكوزلوفاكيا طب فكنت أتكلم اللغة التشيكية طب أسنان طب أسنان قبرتك؟ كنت كنت كمان زين وحصلت أمور فما أكملت الدراسة هناك انفصال الشيك والسلوفاكيا وإلى آخره ونزل مستوى الجامعة والجامعة مدت الدرس باللغة الشيكية فكنت أتكلم الشيكي يعني بشكل جدا جميل ومهم يعني فقدت اللغة بحكم عدم ممارستي لها رجعت بعدين الله يسلمج ورحت على فرنسا وفرنسا الحين ما قاعد أفقد كثير منها لأنني أنا ما قاعد أمارس اللغة مهم أني أنا أمارس اللغة طبعا إنجليش وإيه سبب يعمل أمني يحطل ما أنت بتعرف سبب سبب يعمل ماشي لها يعني كنت الخير الله بندفش فيها خالد اليوم عم بتعلم أنت بالكوات عم بتعلم أجيال كمانا حابين يكونوا مثلك يمكن بعد سنوات والله إذا كانوا مثلي فهم فاشلين إذا هم بيسوون أفضل مني فيكون أفضل شو المزيحة الأولى اللي بتصر وبتأكد أنه توصله لتلميذك مهم مهم عندي أن الممثل يكون عنده أخلاق جدا مهم لأن الممثل بلى أخلاق على دورتهم ما يكون فنان أساسا يعني الكلام هذا مو كلامي أنا في كثير من الدراسات ما يكون إنسان أصلا كثير من الدراسات كتبت في الموضوع هذا وتحديدا يعني كانوا كثير من الأسسوا الفن وفي الفكر الفني أساسا قالوا أن الممثل إذا كان ما كان عنده أخلاق عم تحكي عن أخلاق المهنة مش أخلاقيات المهنة الأخلاقيات بشكل عام الأخلاقيات بشكل عام نحن عندنا يعني حتى ديننا قائم على هذا الشي بس أنا قاعد أقول لك المسألة الأساسية هي فكر الأخلاقي الإنسانية الممثل أو الفنان لازم يكون حسه مرهف فهذا ما يملك الأخلاقيات هذه عمره ما رح يكون فنان طب اليوم إذا بدي أرجع أحكي عنك أنه أنت درست بلي كويت رحت على فرنسا نزلت على لبنان هما كانت تحصيل العلمة قبل الشهرة يمكن اليوم الجيل اللي عم تعلمه أنت قدي بتشوف فيهم كمان عندهم شغل في العلم قدي بتشوف فيهم عندهم شغل في الشهرة أنه بس عم يعملوا هيدا الشي بدون يوصلوا على الشاشات جابتك وانت عم تسألي كثير عندهم شغل في الشهرة وقليل عندهم شغل في العلم المشكلة أن هما ما في عندهم وعي تجاه قضية جدا مهمة أن الموهبة هي شيء وقتي بسرعة صاروخ العلم اللي منطلق إلى الأعلى الموهبة هي درجة من درجات العلم تسقفت على قولتهم الله سبحانه وتعالى ما أعطيك إياها بس مع السنين هذه الموهبة راح تقل تقل بحكم أيش؟ بحكم تطور الشيء أو تطور الفن وعدم تمنئت وأنت استقريت على درجة وحدة ما نميتها ما نميتها تقول الخبرة تنميها الخبرة مش كل شيء لأنه في دراسات مهمة قاعدة تصير يعني مهم أنك أنت تكون مثقف الخيال جدا مهم عند الممثل والثقافة جدا مهم عند الممثل الممثل لازم يقرأ كل شيء كل ورقة أمامه تقع أمامه لازم يقراها أنا شديد يعني حتى في الطب لازم يعرف في النووي لازم يعرف في كل شيء على الأقل معلوم وبسيطة لأنه في المستقبل 100% راح ينسئل أو راح ياخد دور شخصية من الشخصيات اللي هو ممكن يكون قرأ عنها في يوم من الأيام فلابد يكون هو جاهز للشيء هذا وحضرة نفسه شو اللي أخذك من طب الأسنان للتمثيل أنا عندي شغف في الفن من زمان بس المشكلة في أباهاتنا بدهم لشهادة بدهم مو بدهم شهادة بدهم يا دكاترة يا محامين أو ضباط أرثكيف أو مهندسين هالأربع مهن بالحياة غيرهم ما فيه يعني غيرهم ما معناته فيعني بعض الظروف عموما صارت بعد الأزمة في الكويت وكان الوالدي هنا في الإمارات فجيت أخذت ورحت درست فاضطريت أني أنا أروح يعني ما كنت حاب أني أخيب أمل أبوي في شغلة يعني بس أنه بعد ما صار هناك الانفصال بين شيك والسلباق قلت خلاص خلاص دوري الله يخليك يا إبوا خلنا عادل حين بالعودة للحديث عن الجيل اليوم أو الجيل اللي عم يتلمز على إيديك وإيدي غيرك من الأساتذة الفن بتشوف فيهم عالم أو جيل قادرين يحملوا الراية الفنية أو ينقلوا خبراتهم للجيل اللي بعدهم فاهمين هذا الموضوع فاهمين أنه عندهم رسالة ممكن تكون بالمستقبل والله يشوفي أنا قلت في منهم من تتأملين فيه خير بس إحنا مشكلتنا بالفن عويصة ألا وهي ألا وهي المال يغريك بأنك أنت تنسى العلم والثقافة والشهرة كمان والشهرة طبعا وتنجرف بالشيء الأسهل اللي هو هذا الشيء الشيء الأصعب هو طريق الدراسة والتحصيل العلمي بتثقيف نفسك أساساً وتحصيل نفسك من أي شيء إذا أنا وصلت لأي شهرة الآن فهي بسبب تحصيلي العلمي أنا إلى اليوم عندي شغف أني أنا أدرس وأخذ برش عمل لكن أنا قاعد أدرس حالي من خلال طلبتي يعني أنا أستفيد من طلبتي أكثر ما هم يستفيدون مني هذه كلمة أنا دائماً أقولها قلتها عين بثلاث لقاءات أو أربع لقاءات وهي الرابع عين ليش مصر عليها جداً أنا فعلاً أستفيد من طلبتي لأن الطالب لما أنت تعالج العيوب اللي موجودة فيه فأنت قاعد تعالج عيوب موجودة أيضاً فيك أنت أو يجوز تمر عليك بعدين أو يجوز أنت مريت عليها ومنتهي بالضبط ومو منتبه لها فتبدأ أنت تعالجها مجرد أنت تعالج العيوب اللي جدامك على طور تلقائياً راح هلأ تلميزة بيكونوا عملوا آه نحن عم نفيدوا آه أوكي طيب قريباً أو جماعة الجاي راح يبدأ مهرجان أبوظبي السينما السينما راح تكون متواجد فيه صعب بحكم مش أني ما بيأجي على المهرجان أنا يزاهم الله خير الجماعة ما قصرها وكل سنة يدعوني بس المشكلة أنه دائماً وكل سينما ما نشوفك يتوافق مع شغلي في الكويت مع الدراسة فترة أني أغيب عشرة أيام عن الطلبة هذه مصيبة أنا بالنسبة له تحديداً يعني فدائماً تواجدي يحب أني أكون موجود فترة حتى مهرجان دبي السينمائي أنا أتواجد فيها بحكم أني يكون أنا عندي فيلم أو مشاركة بعد ما ييت مهرجان الشباب السينمائي قررت أنه سنوياً يكون عندي مشاركة فيلم أو فيلمين في المهرجانات السينمائية لأن أنا بصراحة أشوف الآن المستقبل الكبير للسينما في الخليج نعم الآن المستقبل مش للتلفزيون للسينما وأنا أكد عليها وتحدى فيها أكبر رأس أنت من اللي بيصعو كل سينما متل ما قلت يكون عندك فيلم بتشوف أنه هاي إذا ما نقول المبادرات الفردية ممكن تصير بكرة صناعة سينما والله الكويت خاصة الكويت أساساً فيها تجارب مهمة كانت في السابق حتى أفلام أبيض واسوي تجروا بس ما فيها صناعة لا أنا فاهمت شنو قصة صناعة بس أنا لما أكلمت عن تجربتين هذول تجربتين خطيرين مهينين يعني كانوا مفروض أن تكون في صناعة بعدها بس الوقت اللي انزلوا في الأفلام أو انزلت في الأفلام هذه تحديداً كانوا الناس ما يحبون شيء اسم سينما أو فيه خجل فيه عادات تحكمهم أن ما يروحون السينما الآن الآن سنوياً فيه إحصائية أصلاً قاعد تنزل بالسينما لما ندشح ندور السينما الآن ونشاهد أفلام نلاقي فيه إحصائية تنزل بعدد المشاهدين للسينما الآن أصبحت عوائل تروح السينما فيه إقبال خطير طيب كيف الإقبال على فيلمك اليوم بالسينما؟ أنا اللهم لك الحمد والله حسب تصريح مسؤول من المسؤولين تورا بورا تورا بورا فيلم تورا بورا ابتدأ أول يوم العيد وحسب تصريح واحد من المسؤولين يقول إلى يومنا هذا يعني احتمال فوق الخمسين إلى ستين ألف مشاهد حالو شو اللي بميز فيلم تورا بورا برأيك؟ يعني شوفي أقول مشاهد بدل مش كبطل فيه نعم تجربة تورا بورا كانت تجربة جميلة لكن أنا فيني أنا مشكلة الآن أنا مشكلة إذا خلصت من تجربة أفكر بالشيء المتطور الحديث اللي ما بعدها تجربة كانت جميلة بالنسبة لي كانت أصبحت وبعض الفيلم بنتصطلت بالنسبة للناس الآن هي تجربة مهمة وجميلة لكن أنا كممثل أفكر باللي أمامها الآن بالشيء اللي أمامي تجربة مهمة على نطاق على أكثر من نطاق موجود فيها على البرودكشن على تفكرين على نطاق الصورة على نطاق التمثيل والأداء والحرفية على نطاق أيضا كقصة إنسانية إحنا تطرقنا لها في وضع إحنا كلنا قاعد نعاني منها وهو الإرهاب تحديدا فكانت قصة جدا جميلة وكنا حابين أن نقدمها وكنا نتمنى أن نقدمها في وقت يكون جدا سليم أنه ما يكون يعني سبقنا الأحداث أو الأحداث انتهت أو شيء إحنا قدمناها في عز الأحداث من معاناة كثير من الناس بالخليج تحديدا أو كل الدول العربية عن أبنائهم اللي يروحون على الأساس من قوسين لفكرة الجهاد وهي الفكرة الخاطئة اللي قاعد يقولونها في أفغانستان لذلك إحنا أساسا كنا متحمسين كلنا لتنفيذ هذه الفكرة ونفذناها يعني بهوليوود العرب إحنا نسميها اللي هي المغرب تحديدا لأن المغرب ما شاء الله فيها فوق الميتين استيديو وستيديو عالمي هوليوودي تحديدا حيكون الفيلم بلبي لنشوك؟ حسب كلام المنتج والمخرج إن إن شاء الله الخطوة الجاية اللي بعد هذه راح تكون فعلا في دبي وفي الخليج تحديدا إن شاء الله من السينما وإن شاء الله يكون عندك فيلم كمانا جديد قريبا وننتقل للدراما التلفزيونية بما تبقى من وقتنا كان عندك برمضان اسم الله أربعة أربعة مسلسلات احنا تكلمنا من شوي بالموضوع هذا أربعة مسلسلات كيف تشوف اليوم الدراما الخليجية؟ عم تنافس المصرية والسورية وبصراحة ولا تحيز احنا لا نقول منافسة لأن ما لهم علاقة أنت بالضبط هلا بدنا نحكي بالأكل أنت كنت قاعد تقولي لي شو الفرق بين المجدرة والمنسف لا المنافسة جماهيرية ما نحكي القصد أننا في شهر رمضان المبارك الجمهور كل شخص أنا واحد منهم لازم أشوف عمل مصري وعمل شامي وعمل كويتي هذه من قواعد الأساسية لشهر رمضان المبارك مع الأكل الرمضاني طبعا هذا مهم والفتوش والسلطة والأمور هذه كلها ما تقدرين أنت تشوفين وجبة وحدة جدامك بشهر رمضان يعني أقصد أن هذول الثلاثة هم من زمان إلى الآن هم متصدرين طب شو قولي شيء جديد دخل علينا المدبلج هذا شيء ثاني شو بدي بالمدبلج أي مسلسل خليج السن برمضان نفس على الجماهيرية الأعلى نفس المصري والسوري بدي أسمه واحد لا تقولي نفس المصري والسوري قولي أيه لنافس من المصري وأيه لنافس من السوري وأيه لنافس ما تدرين أنا ما أدري أنا ماني القناة هذا الحسب عند القناة تدرين عاد فيه شغلة ثانية أنا صراحة ما أدري شونه هي صايرة كل قناة تقول عملي أكثر متابعة فإحنا ما إحنا عارفين بالضبط من المتابعة من أعملك أنت شو ردة الفعل على أي أعلمني كيف أنساك في دبي كثير مهم لأن النسوان يحبونها عموما هم الحريم أو النسوان يحبون الشيء اللي لا علاقة برجل مجرد اسمه يعني أعلمني كيف أنساك وعمخناقات وتصير في البيوت ومشاكل قعد تصير يعني أعلمني كيف أنساك رغم أنه أيضا أنا عندي فرصة ثانية في ناس كثير قعد تتابع وحابون كان دوري شوية أمل وشوية أمل طب أدي الأمل بيلعب بحياتك والتفائل مو متفائل أنا متفائل لأبعد الحدود شوية أمل أنا شاركت فيه كمشاركة حتى ظهرت من حلقة فوق الحلقة العشرين أعتقد لكن هي تجربة مهمة جدا مهمة مو تجربة هينة والمخرج الساد علي العلي من المخرجين الشباب البارزين الآن في المنطقة ولهم اسمهم وصيتهم من خلال العملين بدأ فرض سيطرتك كمخرج وكفكر الآن وعند تجربة الآن معها على فكرة إن شاء الله كلتو في إلاك شكرا وجودك معنا في استوديو اليوم مشاهدين أكيد فقرات اليوم الحرب التابعة معكم تابعونا